كيف يصل كلام الله للبشر لأواني الوحي وهقول عن كل نظرية إذا كانت مقبولة أو غير مقبولة منطقيا أو نظرية بيسموها نظرية طبيعية النظرية الطبيعية هي أن شخص يجيله الهم يكون موهوب عنده موهبة زي موهبة الشعر فيجيله الهم كده هو يبدأ يكتب الشعر فيطلع شعر منمق جميل أو واحد عنده موهبة الرسمة فيجيله الهم يقوله جاله الوحي بس هذه النظرية غير مقبولة في وحي الكتاب المقدس الوحي الآتي من الله لأن الوحي لابد أن يكون زي ما ذكرت هناك عنصر إلهي وعنصر إنساني في هذه النظرية الطبيعية يوجد العنصر الإنساني لكن لا يوجد العنصر الإلهي